بسم الله الرحمن الرحيم يا الحضور أخوات أمهات الشهداء وأمهات السجناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على المعذب في قعر السجون السلام على صاحب السجدة الطويلة السلام على باب الحوائج وعلى آبائه وأبنائه المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين من والاهم فقد والا الله ومن عاداهم فقد عاد الله أعزيكم وأعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد سلوة السجناء وسلوة المعذبين إمام المتقين الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام فهذا الإمام سلام الله عليه عاصر أحد جبابرة الحكام وأحد المستكبرين والطغاة وقد أذاقه سلام الله عليه وقد أذاق الإمام وأصحابه وشيعته صنوف التعذيب وصنوف التنكيل فزجهم في السجون ورخب الجميع وعزل قائدهم وإمامهم عنهم والطغاة هذا هو ديدنهم حينما يريدون أن يقضوا على أي ثورة من الثورات يتقصدون المؤثرين يتقصدون القادة والعلماء فهذا هو ديدن وأئمتنا سلام الله عليهم نعم الأئمة سلام الله عليهم لم ينعموا بحكم ولم ينعموا بالاستيلاء على سلطة ولكنهم كانوا يمارسون دورهم من خلال أذرعهم من خلال شيعتهم من خلال مواليهم كل ذلك في مواجهة الظلم والاستبداد والاستكبار وأيضا إرساء حكم الله وإرساء أمر الله على وجه هذه المعمور هذا هو ديدن أئمتنا سلام الله عليهم من الطبيعي جدا أن يمارس هؤلاء الظلم هذا الدور حفاظا على ملكهم حفاظا على سلطتهم حفاظا على غطرستهم حفاظا على فسادهم الذي يفسدونهم في هذه الأرض إشباعا لرغباتهم إلى شعواتهم وكما تعلمون هارون الرشيد ماذا كان يملك من الغواني ومن الجاريات من الجواري وماذا كان يملك من الغنائم وكان يخاطب الغيوم ويخاطبها بأنه أينما تمطري يأتيني خراجكي هذا هو الهدف الذي يصب إليه الحكام أن يستأثروا بمقدرات الأمة أن يستأثروا بالسلطة أن يفسدوا في الأرض ولكن يسخر الله في كل أمة في كل جيل أئمة ومصلحين وعلماء يريدون أن يثبتوا حكم الله في وجه هذا الأرض فالظلمة تارة يستخدمون السجن لإبعاد العلماء والقادة عن قواعدهم وتارة يريدون أن يرحبوا الناس من أجل التوقف عن الثورة وعن مواجهة الظلم هذا هو الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الظلم وهذا ما تم تطبيقه فعلا منذ انطلاق ثورتنا المباركة ثورة 14 فبراير ماذا فعل النظام؟ استهدف كافة الشرائح استهدف العلماء القادة استهدف الأطباء المعلمين النساء الرجال الرياضيين كل ذلك من أجل أن يقف هذا الشعب وأن يتوقف عن المطالبة بحقوقه ولكن نسأل هل استطاع النظام أن يكسر إرادة هذا الشعب؟ طبعا الشواهد تقول لا الآن مضى خمس سنوات على ثورتنا المباركة ورغم أن هناك ما يقارب أربعة آلاف وخمسمائة سجين وهناك مبعدون ومسحوب جنسياتهم ولكن نجد أن الحراك في تجدد وبشكل يومي نعم قل الحراك استطاع أن يزج الناس في السجون استطاع أن يعذب استطاع أن يقتل ولكن لم يستطع أن يكسر إرادة الناس من خلال ترهيبه ومن خلال سطوته التي مارسها عندما نتذكر في أيام السلامة اللاوطنية رأينا الاستباحة التي مارسها النظام قتل الناس في الشوارع فجر الرؤوس كان لم يرعى أي حرمة لا لكبير ولا لصغير كنا في التوقيف في سجن التحقيقات كانت تطلق علينا أبشع وأوصخ وأكثر العبارات كان يعتدى على علمائنا رموزنا أئمتنا سلام الله عليهم على مذهبنا على يد أناس من السفلة ومن الناس الوضيعين ومن السقطة الذين لم يرعوا حرم إلى هذا الإنسان أستذكر كلمة كنا في قبان فترة الاتحاد العام أو اللجنة العامة لعمال البحرين كنا في زيارة إلى الرموز السياسية في البلد كان أحدهم يقول وهو ملك البلاد بأن حكومات دول الخليج والدول العربية كانوا يحسدونني عليكم يحسدونني على هذا الشعب لأنه يمتلك ما يمتلك من الطاقات الفكرية من العلماء ولكن وجدنا أن النتيجة أن هذه الطاقات ماذا عمل بها زجت في السجون ورهبت واعتقلت ونكل بها إلى أن تم قتل الكثير هناك من المفكرين من الذين خدموا العلم كشهيدنا الفخراوي ما هو ذنبه أن يقتل في سجن ماذا عمل من مقاومة حتى يقتل حج عيسى الشهيد علي المؤمن الشهيد ابن الشهيد الشهيد علي الشيخ الدمستاني الرضا بوحميد كل هؤلاء الشبان ماذا عملوا ماذا مارسوا من دور حتى يتم قتلهم والاعتداء عليهم أقول لم يستطع النظام أن يكسر إرادتنا وأنتم تلاحظون شبابنا في السجن عندما يتم الاعتداء على أي حرمة أو يتم يتم تفاعلهم في داخل السجن ويمارسون الثورة من داخل السجن بمعنى أن من استنشق الحرية في دوار الكرامة ودوار الشهداء لا يمكن أن يتخلى لأننا صادقون ولأننا لأننا واثقون من خطواتنا ومعتقدين تماما لاعتقاد بأن ما نطالب به هو حق وسوف يتم إن شاء الله النصر المؤذر ولذلك نجد أن كل الثورات في الدول العربية في مصر في تونس في بقية البلدان كلها انخمدت ولكن بقيت ثورتنا لأنها صادقة لأنها ذات مبدأ وهذا المبدأ شارك فيه عوائل السجنة عوائل الشهداء رموزنا العلمائية وتحية إلى شيخ المجاهدين شيخنا الذي لم يتوانى عن التواجد في أي فعالية وهو كبير السن سماحت شيخنا الجليل الشيخ علي الجدحصي حفظه الله وكثر من أمثاله وهو قدوة المجاهدين وهو أيضا من الذين يبعثون الأمل في داخل نفوس الشباب شيخنا الحواج وهو يعطينا هذه الدروس وهذا الوعي علماؤنا يمتلكون من الوعي ولو قدر لهم أو مكنوا في هذا البلد لاستطاعوا أن يجعلوا هذا البلد أن يصطلوها وأن يعطوها من أفكارهم ويطوروا هذا البلد ويطوروا كل مناحي هذا البلد من يعني إجراءات ومن تعامل مع المواطنين وما يخدم قضية قضيتنا لابد أن نعتقد هذا خطاب إلى أوائل السجنة أن السجن هو محطة من محطات الإبتلاء التي أرادها الله لنا نحن إذا اعتقدنا أننا ملك لله سبحانه وتعالى وأننا بيد الله وأن كل ما يمر علينا وما يصدر علينا هو مقدر من الله في ليلة القدر إن شاء الله الأشهر القادمة في شهر رمضان في ليلة القدر يقدر للإنسان ماذا سوف يجري له في هذا العام من رزق من ابتلاء من سجن من موت هذا هو مقدر لنا وبإرادتنا ربما يريدنا الله أن نكون في هذا الامتحان في هذا الابتلاء لأهداف يعلمها الله سبحانه وتعالى ربما لصالحنا لصالح الأمة لصالح أجيالنا في المستقبل نحن ربما يقول البعض ماذا جرينا من هذه الثورة غير الخسران وغير خسران الشباب وغير التنكيل وغير الهجوم والاعتداءات على المنازل وعلى المناطق طبعا هذه الثورات لا توجد ثورة أن يقوم شعب ضد الظلم وضد الظلمة ويريد من الحكم أن يلقي عليه بالورود وبالرياحين الظلمة دورهم يمارسونه في القتل في التعذي في التنكيل ونحن علينا أن نؤدي تكليفنا وربما يكون الحصاد في أجيالنا القادمة بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة ربما بعد خمسين سنة ولكن نحن نؤدي تكليفنا أمام الله ومن ثم يأتي أجيالنا وينغرس فيهم هذا الوعي ويمارسوا دورهم إلى أن يحققوا الأهداف التي خرج من أجلها شهداؤنا الأبرار وجاهد من أجلها العلماء والمجاهدين لا أريد أن أطيل عليكم طبعا إذا أعتقدنا بذلك فسوف نكون من الذين ينتظرون الوعد الإلهي والوعد الإلهي ذكره القرآن والعاقبة للمتقين وبشر الصابرين ومن يتق الله يجعل له هذه قواعد قرآنية ليس منظر ليس عالم قال هذا هو الله سبحانه وتعالى فنحن إذا اعتقدنا بكل ذلك فسوف يكون لنا النصر المؤذر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتحية إلى كل من حضر في هذه الفعالية وتحية إلى عوائل الشهداء وإلى عوائل السجناء اللهم بحقه معذب السجون والمعذب في قعر السجون وصاحب السجدة الطويلة وبحق مولانا صاحب العصر والزمان فرج عنا وعن أبناء أمتنا وعن سجنائنا وعن المغتربين وعن المعذبين والجرحة وأن يرحم شهداءنا وموتانا وأن يحفظكم جميعا من شرور الأشرار وأن يوفقنا إلى ذلك اليوم ونشهد النصر المؤذر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين المترجل لك المترجم للأس con موسيقى شكرا